موسيقى السلام عليكم اهلا بكم في رواق المعرفة اهلا بكم في الجزء الثاني من حوارنا مع ضيفي الدكتور وجيه كوثراني وكنا في الحلقة السابقة في الاسبوع الماضي قد طرحنا عددا من القضايا اهمها البناء المنهج الفكري في التاريخ الذي رعاه واسسه بعلمه الخاص ومعرفته الخاصة الدكتور وجيه كوثراني واصبح منهجه في التحليل والتاريخ ثم انتقلنا الى الجزئيات الى كتابه الاول في التجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي في بلاد الشام ايضا السكان والاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطع القرن العشرين وكنا نتحدث في اخر الحلقة الماضية عن التنوع الثقافي وتنوع وتغلغ الرساميل وتغلغ الاستعمار الاوروبي وبناء وتشكلات الاجتماعية التي بدأت تنهض على اساس الاستثمار الاقتصادي الذي عمر الشرق ثم في سيرورة انهدام وتحلل وتفكك السلطة العثمانية لكي يبدأ تاريخ المنطقة يتشكل جديدا بين استعمار يطرق الأبواب وبين خلافة تولي أدبارها باتجاه تركيا التي أصبحت الآن تركيا الأتاتركية دكتور بقي في هذا المدخل فقط مرحلة أتاترك التي تثير الكثير من وازع الحزن والأسى وفي نفس الوقت المرات المزايدة والمرات التي ترفع فيها الشعارات لوضع تاريخ أسود على المرحلة العثمانية بالذي قلته أيضا في الحلقة السابقة من أن عشر سنوات عشر سنوات ربما من الاتحاد والترقي بسوءها أصبحت كافية لكي نظلم التاريخ كله ونقول عن القرون الستة في العلاقة مع العثمانيين أنها سوداء كيف صبر العرب إذن ستة قرون لماذا لا أضي بهذا؟ هذه المرحلة أريد رأيك فيها مرحلة جمال باشا والثورة العربية هذا موضوع يحتاج إلى حديث طويل كما أنه يحتاج إلى أبحاث كثير ومطول ومعمقة أختصر فأشير إلى بعض المنطلقات المفاهيمية التي يمكن أن تساعدنا على إعادة النظر في التاريخ العثماني وهذه الإعادة يعني محققة لا ننطلق من الصفر فثمت أبحاث يعني عربي أنجزت أنجزت يعني معارف وأعمال تساعد على إعادة النظر أكتفي بالإشارة إلى المفاهيم التالي التاريخ العثماني ينبغي اعتباره جزءا من التاريخ الإسلامي بعموميته ولا أقصد هنا بالتاريخ الإسلامي التاريخ الديني بالمعنى الشرعي للكلمة أقصد بالتاريخ الإسلامي التاريخ الحضاري الاجتماعي السياسي القائم على نماذج من السلطة ونماذج من الثقافي متقاربة ومتشابعة فالدولة العثمانية هي دولة سلطانية في التاريخ الإسلامي ولا أقول خلافة يعني عندما فتح العثمانيون الأتراك القاهرة وقيلوا أنه كان هناك الخليفة آخر خليفة عباسي بوصاية المماليك وأن هذا الخليفة تنازل للسلطان سليم عن الخلافة هذه أسطورة لا وثيقة تاريخية تؤكدها كل المؤرخين من المقريز إلى المعاصرين لهذه الفترة لم يذكروا شيئا عن هذه المسألة بالإضافة لذلك أنه من يدرس تاريخ السلطنة العثمانية في القرنين الأوروبيين يعني القرنين حيث توسعت الدولة العثمانية باتجاه أوروبا أيضا عندما توسعت الدولة العثمانية بدءا من القرن السادسة عشر باتجاه المشرق العربي لم يكن يهم السلاطين العثمانيين كثيرا لقب الخلافة فلقب الخلافة كان قد انتهى منذ زمن مؤسسة الخلافة كانت قد انتهت منذ زمن منذ القرن الثالث عشر عندما استولى البوايهيون على بغداد ثم عاد السلاجقة فاستولوا على بغداد أصبحت السلطنة أهم من مسألة الخلافة ومسألة الخلافة أصبحت مسألة رمزية متى تذكر السلاطين العثمانيين والخلافة عندما ضعفت السلطنة العثمانية عندما ضعفت السلطنة العثمانية أي في القرن الثامن عشر في أواخل القرن السابع عشر فعندما ضعوا في السلاطين لجأوا إلى الخلافة كمؤسسة يحتمون بها ويستقوون بها هذه نقطة أساسية يجب أن تتوضح للمؤرخين وعندما نقول بإعادة النظر بالتاريخ العثماني ليس هذه النقطة ثانية مفاهمية أيضا عندما نقول بإعادة النظر بالتاريخ العثماني ليس من موقع الدفاع الديني أو الشرعي عن الدولة العثمانية ولكن من موقع علمي معرفي دقيق أنه يدعو إلى إعادة قراءة الدولة العثمانية على مستوى وصائقها ووصائقها أصبحت متاحة للجميع كما على مستوى الوصائق العربي وأن لا نكتفي بالإديولوجيا القومية التي تشكلت في مطالع القرن العشرين يعني في المرحلة التي تشكل فيها الفكر القوم التركي ثم تشكل الفكر القومي العربي كرد فعلا على التتريك فالمرحلة هذه كانت مرحلة القوميات في المنطقة القومي اليوناني والقومي الصربي والقومي الأرمني والقومي التركي والقومي العربي كان هناك انتعاش للأفكار القومي وكان هناك مرونة في الانتقال لأنه لم تكن بعد قد تشكلت الدولة الأمة الدولة القومية على نموذج أتاتيرك هذه تشكلت لاحقا في سنوات العشرين الأولى مثلا أعطي مثلا على هذه المرونة في الانتقال من إديولوجيا قومية إلى إديولوجيا قومية أخرى صاطع الحصري الذي كان قبل العشرينيات قوميا عثمانيا وله كتابات باللغة التركية عن الوعي القومي العثماني وكان ذلك بتأثير الفلسفة الوضعانية القومية الأوروبية وبتأثير كبار الأدباء والمفكرين الأتراك أمثل نامق كمال وغيرهم لكن عندما تفككت الدولة العثمانية وانهارت وأصبحت ماضيا انتقل صاطع الحصري من إديولوجيا قومية عثمانية إلى إديولوجيا قومية عربي لكن بنفس المنهجية وبنفس المفاهي تماما لكن الجغرافية التاريخية بالأحرى الجغرافية السياسية بدأت تتشكل من جديد على قاعدة التقسيم الذي حصل للدولة العثمانية وهذه مرحلة أنا برأيي يعني يجب إعادة قراءتها على ضوء ليس فقط العامل الخارجي يعني رؤية العامل الخارجي في تفكيك الدولة العثمانية هذا عامل مهم وأشبعناه درسا وكنت من بين المؤرخين الذين أشبعوا هذا الموضوع درسا يعني العامل الخارجي والسياسات الأجنبية والآخرية ما أضفته إلى العامل الخارجي وهذا قد بدأت به بكتاب بلاد الشان ما أضفته لأنه هناك عوامل داخلية في تفكك داخلي أن هذه الدولة السلطانية العثمانية عاجزت نخابها الإصلاحية ونخابها الإصلاحية لم تكن تركية فحسب كانت تركية وعربي وإرمانية من عدة قوميات عجزت نخابها أن تقدم نموذجا لدولة تنظيمات والمصطلح تنظيمات استخدم وحتى بالتركية تنظيمات معناها التنظيمات دولة تنظيمات يعني تقوم على قوانين حديثي تنظم الأرض الزراعة نمط الإنتاج تجارة في زمن السلطان محمود الثاني في متصف 1754 تقريبا قبل أول مرسوم يسموه فرامان كل خانة 1839 لكن الإصلاح الغثماني قد بدأ بالقرن الثامن العشر التنظيمات تماما 1839 بدأت هو أول مرسوم لكن الامتيازات بدأت الامتيازات بدأت من الأيام السلطان سليمان ولكن هذه الامتيازات لم تكن العامل الحاسم في تفكيك الدولة الغثمانية يعني الامتيازات أعطيت من السلطان سليمان من موقع القوة هي هبة لأصدقاء وحلفاء يعني من يبحث السلطان سليمان عن مصلحة معينة فيعطي امتيازا لتجار معينين فرنسيين أو غير فرنسيين بارتياد مرافق الدولة الغثمانية والاتجازية التنظيمات هي ما يدخل في اعتباراتها خطي كليخانة مثلا نعم هذه كانت مرحلة تحديث الدولي والملفت للنظر أنه كان هناك مجتمعا أو مجتمعات محافظة مقاومة لهذه التنظيمات من الداخل يعني أعيان المدن الإقطاع الأرضي الإقطاع الزراعي يعني أصحاب الأرض رجال الدين أو بعض رجال الدين ومعظمهم كانوا تابعين لمشيخة الإسلام اللعب الدور الرجعي في مواجهة التحديث في مواجهة التنظيمات نعم فثمت قوى محافظة ورجعية متغلغلة في الدولة العثمانية وسائدة في المجتمع متسلطة على المجتمع وقفت هذه القوى العثمانية الداخلية فيهم عرب وفيهم أرمن وفيهم من كل القوميات هذه القوى المحافظة وقفت في وجه عملية التنظيمات في وجه التحديث إلى جانب عام الآخر أن السياسات الغربية كما هي الحال اليوم غير جادة في عملية الإصلاح تطالب الدول الغربية بإصلاحات بنيوية وهيكلية في الدولة العثمانية لكن في نفس الوقت تخترق مجتمعات الدولة العثمانية وتخترق الإدارة العثمانية لتعطل بعض الإصلاحات التي كانت تحمسها كثير الوزراء الإصلاحيين والسفراء الإصلاحيين والإداريين الإصلاحيين في الدولة العثمانية كانوا كثير متحمسين منهم حكمة باشا ومتحة باشا وآخر فكان فيه مشروع إصلاحي للدولة العثمانية في قوى داخلية محافظة ضده أجهضته وأيضا الدول الغربي بشكل عام لم تكن جادة في عملية الإصلاح وكانت تدخل أحيانا عندما فرمان إصلاحي معين يضر بأتباعها في الداخل فكانت تعطله فإعادة النظر بالتأريخ العثماني ليس من قبيل الدفاع عن خلافها ولكن من قبيل فعلا من قبيل معرفة علمية لإعادة قراءة الماضي بأدوات معرفية جديدة والأدوات المعرفية الجديدة تقوم على ركيزتين اكتشاف وثائق جديدة لأن التاريخ لا يكتب مرة واحدة فكلما اكتشفت وثائق جديدة كلما أعطتك هذه الوثائق معطيات جديدة زائد في مفاهيم جديدة ومفاتيح معرفية جديدة ناتجة عن تطور العلوم الإنسانية والاجتماعية يعني عندما ينبهني علم الإثنولوجيا إلى أنماط ثقافة عادات تقاليد إلى خيره أتنبه إلى أنه في سلوكات اجتماعية معينة شجعت الإصلاح أو أعاقت الإصلاح فما هي السلوكات الإجتماعية العربية الداخلية يعني أنماط العيش أنماط التفكير العقليات الذهنيات كل هذه مفاهيم علمي جديد فلابد أن تدخل في علم التاريخ كي تساعد الباحث التاريخي على إعادة قراءة التاريخ العثماني وغيره من التواريخ سأستفيد لاحقا إذا كان لهذا التاريخ الماضي تأثير فيما بعد على التجزئة والتشتيت في العالم العربي وبعد قيام الدولة القطرية وانسحاب دخول الاستعمار وانسحاب للدولة العثمانية دكتور لكي نمضي سريعا جدا في السعرات الكتب فقط هنا الفقيه والسلطان الذي هو بحث في الدولة وعلاقة الدين والسياسة في الدولة الصفوية القاجرية وفي الدولة العثمانية هذا سنسأل فيه حول أيضا تاريخيا معنى العلاقة بين السلطان والدين وفي الدولة العصرية في أيضا هويات فائضة ومواطنة منقوصة هو أيضا من كتبك المهمة لأنه يحكي عن حوار الحضارات أو حقيقة حول تهافت تهافت حوار الحضارات وصدامها عربيا وهي موضوع لا أدري كم شدت المثقف العربي لكن كل هذا يمكن أن نتحدث فيه من خلال مجموعة قضايا الحقيقة لا تزال في بالي لكي أطرحها على دكتور وجيه كوثراني نبدأ فيها بأساسا من مشروع النهضة العربية ما دمنا قد بدأنا بالدولة السلطانية في مشروع النهضة العربية دائما ينطرح سؤال هل هي نهضة معاقة بسبب المنطلقات أم بسبب التحديات أنا هنا حسنت الموقف يعني أنا قلت أن هذه النهضة هي نهضة معاقة فلا أدري إن كنت صدقت في تحليلي أم لا فإذا كانت فعلا النهضة معاقة هل هذا بسبب تحديات داخلية أم أن هناك فعلا قوة خارجية حالة دون نجاح هذا النهضة سواء كانت ابتدأت برفاعة طهطاوي أم بمفكرية عصر النهضة العربية أم لاحقا بتأسيس أو لنقل فورة عرابي مثلا أيضا الموضوع مركب عندما نقول أنه هي نهضة معاقة فعلا هي نهضة أعيقت معاقة بمعنى ليست معاقة بذاتها ولذاتها بالتعبير الفلسفي يعني ليست معاقة متافيزيقيا هكذا نهضتنا هي معاقة بالطبيعة لذاتها وبذاتها هي معاقة لأسباب طبعا رمينا السبب الأول على الاستعمار الاستعمار لعب دورا في عملية التجزئة فرق تسود هذه سياسة يتبعها كل صاحب سلطان يبغي أن يسود سواء كان غربيا أم كان شرقيا أم كان عربيا أم تركيا من يريد أن يسود في منطقة من المناطق أو لدى سكان معينين يلجأ إلى عملية تقسيم والتجزئة والاستبداد أحيانا وهذا نموذج عرفته يعني نموذج الاستبداد ونموذج التجزئة عرفته كل الحضارات وكل الثقافات السياسية في العالم وليس العرب وحدهم فأيضا أنه كل العالم خضع العالم غير الصناعي العالم غير الرأس مالي خضع للاستعمار الصين اليابان لم تخضع بشكل مباشر وإنما حاول الغرب أن يسيطر عليها لكن خذ أندونيسيا وماليزيا وأميركا اللاتينية كل هذه البلدان التي فكت عقدة إعاقتها كانت خضعت للاستعمار فالتشديد على العامل الاستعماري القديم والحديث والمعاصر لا يفسر إعاقة النهضة العربي فيجب أن نبحث عن أسباب أخرى برأيي وقد بحثت هذا في كتاب حويات فائضة مواطنة منقوصة وفي كتاب آخر ليس موجودا بين هذه الكتب المشروع النهضوي العربي نعم لوضعت له عنوان آخر أزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطن برأيي هذا العنوان كان ينبغي أن يكون العنوان الرئيسي لكتاب مشروع النهوض العربي أزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطني وبمعنى في أزمة انتقال من حالة الدولة العثمانية هذا بالمشرق بشورة خاصة إلى حالة الدولة الوطنية ما سبب هذه الأزمة أو هذا المأزق برأيي سبب هذا المأزق ثقافي بالدرجة الأولى ينتمي إلى العقليات والذهنيات عند النخب العربي وبالتحديد النخب النخب التي سادت النخب التي تسلطت النخب التي وصلت إلى السلطة فإذا تقارن بين النخب الحاكمي في البلدان التي عددتها جميعا من ماليزيا إلى اندونيسيا إلى أميركا اللاتينية تلاحظ أنه التاريخ متذبذب طبعا مش كله النخب الحاكمي مثل بعضها لكن إن وجد نخب استطاعت أن تحل مشكلة مهمات الدولة سواء كانت هذه الدولة الحكم مشكلات الحكم تحل مشكلات الحكم بعلاقتها بالمجتمع وأهم نقطة هو نقطة في علاقة الدولة بالمجتمع في علاقة الحاكم بالمحكوم هي قضية التنمية نعم أن تلبي حاجات الناس التعليمية والصحية والمعيشية نعم بالدرجة الأولى فشلت الأنظم العربية أو النخب العربي الحاكمي في القيام بمهمات الحكم بمهمات الدولة الحديثة وهنا يعني يختر ببالي موضوع يخترق هذا السياق الفكري الذي أتحدث عنه وهو أنه نقو أنه سبب هذا الفشل التجزئ التجزئ تعيق ولكن تعيق نسبيا لماذا فشلت الدولة القطرية الدولة الوطنية أنا برأيي ليس بسبب قطريتها فثم الدول القطرية كبرى تتحقق فيها شروط الدول الأمة كمصر كالمغرب كالعراق في دول وطنية قطرية تقترب تقترب من مفهوم الدولة الأمة يعني حيثيات وجود الثروات الطبيعية فيها لا يمكن أن تقرب لحالة الإيرانية أو التركية تماما سأتحدث عنها سأتحدث عنها مصر لماذا لا تكون كتركية أو كإيران يعني تتوفر فيها كل شروط الدولي الأمة أبي رأيي أنه النخب الحاكمي فشلت في تحقيق مهمات التنمية بالدرجة الأولى ومن مهمات أو من أوجه هذه التنمية التعليم فشيء مستغرب حقا أنه هلأ في مطالع القرن الواحد والعشرين أنه أنها كم نسبة الأمية حوالي 38% أميين أو 40% أميين في الوطن العربي على مستوى النسبة العامة هذا شيء مخجل إذا تقيسه لشتى الدول فإذا لاحظت تجربة اليابان أو إذا لاحظت تجربة اليابان فهذه ناحية بدأ المثقفون العرب يتنبهون لها هو أنه قضي على الأمية في اليابان في مطلع القرن العشرين وعمت اليابان المدارس الابتدائية والمدارس الإنزامية والجامعات لدرجة أنه أصبحت القراءة في اليابان منذ مطلع القرن العشرين قراءة شاملة ومعملة فمن يقرأ في المنطقة العربية قرأته خبرا من التجربة اليابانية بأواخر القرن التاسع عشر أنه أحد المفكرين اليابانيين العاديين يعني واحد مثل محمد عبدو أهم منه لكن واحد من رجالات الساموراي اللي كانوا يكتب ويفكر فكتب كتابا فيه نصائح وإرشادات وهو مجموعة مقالات في حض اليابانيين على التعلم وماذا يتعلمون بأنهم تعلموا العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية ومن وين مش من الإرث الياباني تعلموا العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية من الغرب بكل ما يعني هذا من انفتاح على الغرب وكل ما يعني أيضا من إمكانيات وقد ذكرت أنت الأستاذ محمد عبدو وهذه نقطة جميلة نقطة عندها الآن لنبدأ فيها النصف الثاني من حديثنا بعد استراحة لدقائق ثم نعود أعزي مع الدكتور وجيه كوثراني نبقى بعد هذه الاستراحة القصيرة فأهلا بكم وأهلا به أهلا بكم في الجزء الثاني من رواق المعرفة وضيفي الدكتور وجيه كوثراني كنا يا دكتور وجيه نتحدث عن تجربة الدولة الوطنية في التنمية وفشلها وكنت تضرب مثالا على اليابان كيف في بداية القرن العشرين قد محت الأمية كاملة ثم في أحد النخب الذي لا يعادل ولا بأي حال من الأحوال شيخ محمد عبدو كان يدعو إلى أخذ العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية وتعلمها كأساس للتنمية نعم وليس فقط حين سؤل أين طال من من الغرب من الغرب من الغرب من الغرب تكملة هذه القصة هو أن هذا الكاتب الياباني أصدر كتابه عام 1875 وصدر في الطبعة الأولى مليون نسخة نعم تقول القصة أنه خلال 15 سنة طبع من هذا الكتاب سبع ملايين معنى ذلك أنه سبع ملايين قرأوا هذا الكتاب وعملوا بنصيحة هذا الرجل كان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر والأمثلة على ذلك كثيرة يعني أعطيت هذا المثل لأقارن بين شغف الياباني للقراءة منذ أواخر القرن التاسع عشر واستنكاف العربي عن القراءة ذلك أن العربي لم يتربى لا من خلال نبلائه وأقطاعيه نعم معنى الساموراي كانوا عم بيشجعوا على القراءة يعني فرسان اليابان نبلاء اليابان فإذا بتلاحظ إذا بتقارن بين إقطاعيي اليابان بين مزدوجي وأقطاعيينا كيف كانوا يتعاملون مع القراءة والكتاب ومع يعني أبناء الفلاحين الذين يريدون أن يتعلموا في حين باليابان إذا كان كان النبيل أو الإقطاعي يشجع على القراءة والكتاب والتعلم في حين أنه نحن لم نشجع على القراءة والتعلم فهذا يعني جزء من النقوص والتقاعص الذي عانته نخابنا الحاكمي فإذا سحبت هذا المثل على القطاعات الأخرى التنمية والصحة إلى آخره لو وجدت نفسك أمامه عجز كبير فبرأي الطبقات الحاكمة تتحمل جزء كبير من مسؤولية عدم انتشال الجمهور العربي دكتور عودة إلى كتابك الفقه والسلطان جدلية الدين والسياسة في إيران أحببت أن أرى هذا في العصر الحديث لننقل قضية العلاقة بين الدين والسياسة إلى يومنا هذا أنت أخذت الدولة القجارية كيف ترى الصورة الآن؟ الحقيقة أن هذا الكتاب كتب فقه والسلطان صدر عام 1980 حضرته طبعا قبل سنوات صدر عام 1980 ثم هذه الطبعة الثانية ثم هذه الطبعة الثالثة هذا كتاب تأسيسي للعلاقة بين الفقه والسلطان انطلاقا من نموذجين نموذج الدولة الصفوية والقاجارية ذات الإديولوجيا أو ذات المذهبية الشيعية والدولة العثمانية ذات المذهبية السنية يعني كان بذهني أن أقرأ نمط العلاقة بين الفقه السني علاقته بالسلطان والفقه الشيعي بعلاقته أيضا بالشاه لهو سلطان واكتشفت من خلال عملي في هذا الكتاب أنه النموذج السلطاني في الدولة الصفوية والقاجارية شبيه جدا يكاد يتماثل مع النموذج السلطاني في الدولة العثمانية لعلاقة مشيخة الإسلام بالسلطان ولعلاقة مشيخة الإسلام في إيران بالسلطان لا قبل هذه ولاية الفقه مع فارق كبير هو أنه لا يختصر الفقه الشيعي بالفقه المتعامل مع السلطان فهناك عدة مدارس اكتشفتها في نموذج الدولي الصفوية وعلاقتها بالفقهة أو علاقة الفقهة بها فهناك المرجعية في الفقه الشيعي هي مستقلة تمام الاستقلال والنجف مؤسسة النجف كانت تمثل هذه الاستقلالية سواء عن الدولة العثمانية عن السلطان العثماني أو عن الشاه وهناك أيضا الصوفي المستقل للملة صدرة شيرازي مثلا أحد الصوفيين أحد العرفانيين الكبار فقيه وعرفاني بنفس بغض كان مستقلا عن المؤسسة الدينية الفقهية ومستقلا أيضا عن السلطان فتشأت أن هناك نماذج من الفقهاء الشيعى المتعددي المواقع فقط الفقيه الذي يعمل لدى المؤسسة في المؤسسة الرسمية ينطبق عليه مواصفات الفقيه السنية الذي يعمل في مشيخة الإسلام في المؤسسة الدينية التي هي المؤسسة الشرعية للمؤسسة السلطانية فكان هناك نوع من الثنائي في السلطة الهيئة السلطانية والهيئة الشرعية وغالبا ما كان يغلب السلطان الهيئة الشارعية هذا الكتاب تأسيسي من الناحية الأكاديمية والبحثية لكتاب آخر صدر عن دار النهار ليس موجودا بين هذه الكتب عن فقه الإصلاح الشيعي وولاية الفقه طيلة الفترة الصفوية وطيلة الفترة القاجارية لم يكن هناك تداول لمصطلح ولاية الفقه كان الفقه حتى من ضمن المؤسسة التي يعمل بها كتابع للسلطان كان هناك جزء من مهمات الفقه يقوم به شبيهة تماما بالجزء الذي يقوم به مشيخة الإسلام السنية يعني القضاء قضايا الحسبة والاحتساب هذه من صلاحيات الفقه سواء كان فقه شيعيا في الدولة الصفوية والقاجارية أو كان فقه سنيا في الدولة العثمانية يعني في قضايا مجال التعليم مجال القضاء مجال الحسبة هذه كانت من لكن هذا الفقه قل ما كان يتدخل في الأحكام السلطانية الأحكام السلطانية يعني القرارات قرارات الحرب وغيرها كانت من صلاحيات السلطان أحيانا كان السلطان يستفتي يطلب فتوى من شيخ الإسلام إن كان هذا حلال أو حرار وغالبا ما كان شيخ الإسلامي أو الفقه يفتي للسلطان بجواز الحكم السلطاني كان هذا الوضع منذ أيام محمد الفاتع وسليمان القانوني وإلى يومنا هذا ولاية الفقه هي اجتهاد شيعي حتى الإفتاء بإقامة سور غزة يعني بآخرها بحلالية إقامة سور غزة صحيح ما هذا المشكلة هذا المشكلة لأنه إدخال الفتاوى في الأحكام السياسية في الأحكام السلطانية هذا موقف يبدوني ضد ولاية الفقه طبعا هناك للتوضيح هناك صيغتين لولاية الفقه الصيغة التي تسمى ولاية الفقه العامة أو المطلقة وصيغة تانية ولاية الفقه الجزئية ولاية الفقه الجزئية يمثلها بالفقه الشيعي المرجعي مراجع التقليد لهم يعني مجتهدين في الفقه ويقلدوا كما تقلد عند السنة المذاهب الأربع يقلدوا في قضايا العبادات والمعاملات فقط ولا يتدخلون في السياسة إلا من قبيل الترشيد والنصح كان هذا اتجاه مرجع التقليد الكبير الخوئي سيد محسن الحكيم سيد محسن الأمين الشيخ محمد مهدي شمس الدين كل هؤلاء الفقهاء يقولون بولاية الفقه الجزئية التي تتمثل في مرجعية التقليد ومرجعية التقليد عند الشيعة متعددة المواقع يعني هناك مراجع تقليد يجوز للمتعبد الشيعي أن يقلد أي مرجع تتوفر فيه شروط العلم والعدل ولاية الفقهة المطلقة أو العامة هي اجتهاد للإمام الخميني طبعا يجد الإمام الخميني بعض الجذور في التراث الفقهي الشيعي ولكن هذه الجذور ليست سائدي ليست هي الغالب في الفقه الشيعي الإمامي لتبريرها يلجأ إلى آيات قرآنية يلجأ إلى أحاديث يلجأ إلى سلوكات الأئمي ليقول بأن الفقه بأن الفقه عليه أن يستلم السلطة ليقيم الأحكام الشرعية وهنا يلتقي مع الاجتهاد السني حول الحاكمية الإلهية يعني مفهوم ولاية الفقهة المطلقة تتماثل مع مفهوم الحاكمية الإلهية عند المودود عند المودود وبعض الحركات الإسلامية الأصولية فذلك أن دعنا نكفي ذلك أن في المعتقد الشيعي الدولة الوضعية القائمة هي دولة شرعية بالمعنى النسبي للكلمة يعني الشيعة يخضعون لدولة زمانية وضعية بحدود أن لا تكون ظالمة ويدخلون مفهوم العدل لتعاطي مع الحاكم أي حاكم وذلك انطلاقا من معتقد شيعي هو بأصول الاعتقاد الشيعي أن الإمام الشرعي الذي سينشئ الدولة الشرعية الدينية إمام غائب فالدولة الشرعية بالمعنى الديني مؤجلة بالفقه الشيعي فالإمام الخميني حسم هذا الأمر لماذا التأجيل نقيمها باسم الفقه فالفقه هو يقوم مقام الإمام المعصوم دكتور بس أريد الدكتور وجيه كوثراني أين في هذه القضية يعني بين الرأيين بين ولاية الفقه الجزئية وولاية الفقه العامة أين الدكتور وجيه كوثراني أنت مع يعني أنا لست يعني أنا لست كباحث وكمثقف وكمواطن أيضا لست مع إقحام الديني بالسياسي سواء من الموقع الشيعي أو الموقع السني أنا مع فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية وبإمكان حيث ذكرت هذا دكتور وجيه ولا أقول ولا أقول أنه الفصل بين الدين والسياسة أقول بشكل محدد أقول بالفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية السلطة الدينية السلطة الدينية والسلطة المدنية ذلك أن القول بالفصل بين السياسة والدين أمر ملتبس لأنه في قيم مشتركة ذلك أن الثقافة الدينية تقول بالحرية يضع هذا تحديث جديد للعلمانية لأنه لا يوجد علمانية واحدة يمكن أن تكون علماني ديني؟ طبعا العلماني يمكن أن يكون مؤمنا ومتعبدا من خلال فصل النصاب السياسي السلطوي السياسة بالسلطة لأن السياسة هي تنظيم مديني مدني للمجتمع ممكن الفقه الإسلامي تحت عنوان مقاصد الشريعة ممكن أن يتلائم مع المقاصد السياسي التي تبغي إدارة المجتمع وتحقيق مصالح الناس ومصالح المجتمع من هنا أقول أنه لا فصل بين السياسة والدين ولكن تم تفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية على قاعدة منع وتحريم بل منع وتحريم الاستقواء السياسي بالديني واستقواء الديني بالسياسي لأنه يكون أنت أسأت للسياسة كقيم في أخلاقيات للسياسي يكون أسأت أيضا للديني عندما تقحمه بالسياسة فيستخدم الديني السياسي لتمكين موقعه سواء كان موقعه دينيا أم سياسيا فهيضا النقطة الجوهرية التي ينبغي أن ندركها في علاقتنا بالعلمانية العلمانية ليست ضد الدين ولكن ضد استقواء الدين بالسياسة واستقواء السياسة بالدين دكتور وجيه كنت أيضا بصدد التهافت التواري الحضارات وصدامها عربيا كيف في الهويات الفائضة مواطنة منقوصة؟ حتى يعرف أو وضح مسألة الهويات الفائضة لأنه درجة القول أن الأزمة الثقافة العربية هي أزمة هوية أنا لا أرى هذا القول الأزمة الثقافة العربية هي أزمة مواطنة أزمة حقوق المواطن والإنسان في الدولة سواء كانت هذه الدولة دولة قومية أو دولة قطرية دولة وطنية في أزمة مواطنة هنا يجب أن نبدأ بحل هذا الإشكال دعنا نعرفه كيف الهويات الفائضة هو أنه عندما تركز على مسألة الهوية تبرز أمامك هويات هويات مذهبية وهويات إثنية وهويات طبقية وما تعد تنتهي ونموذج ويتأزم الوضع في لبنان تبرز الهويات الفرعية كبديل للهويات الوطنية عندما يتأزم الوضع العراقي مثلا وأي وضع آخر اليمني أي مجتمع تعددي عندما تطرح المسألة على مستوى الهوية وتقول ما هوية هذا الوطن تبرز أمامك هويات فتدخل في عملية الصراع لا في عملية التوليف والتوحيد فالمدخل في رأيي وهذا جوهر وفرضية هذا الكتاب المدخل هو حل أزمة المواطنة حقوق المواطن والإنسان في أي دولة من الدول أنا معني بها دكتور وجيه في مسألة المواطنة معني بها الآن جزء من مشروع النهضة العربية الحديثة الجزء الثاني من النهضة العربية فيما لو وافقنا على أن هناك نهضة ثانية أو ثالثة أو تقطع في المشاريع على الأقل فيما يخص هذه المرحلة المواطنة ما هي؟ كيف تبدو؟ وبالتالي كيف يمكن ربط المواطن بالسلطة السياسية؟ بمعنى الحرية بمعنى حماية حقوق الفردية بمعنى إقامة الدولة الديمقراطية ومؤسساتها بمعنى المحاسبة وبمعنى اعتزاز الإنسان بوطنيته بانتمائه إلى بلد ووطن إذا كان تعريف الوطن هو ذلك المكان الذي تراعى فيه الحقوق والواجبات هناك اجتماع الناس على مراعاة حقوق وواجبات تماما يحترمها الدستور ويقرها القانون كيف تفهم المواطنة هنا؟ أفهم المواطنة بمعنى التالي المواطنة المنقوصة طبعا ليش منقوصة؟ لأنه الفرد المواطن لأنه لا يمكن أن أتحدث عن مواطن إلا إذا انطلقت من فرديته وحقوقه كفرد ولكن هذا الفرد هو جزء من جماعة أي جماعة من جماعة وطنية من جماعة من شعب ذو سيادي عبر دولة فالإشكال الذي ينقص معنى المواطنة لأنه ينقص حقوقها وحقوق الفرد هو أنه ليس هناك دولة قانون يطبق القانون بالتساوي فهذا الخلل في تطبيق القانون في دولنا القطرية كلها في دولنا الوطنية كلها هذا الخلل شو سبب؟ سببين أساسيين بالتحمل مع بعض أنه لم نبني اقتصادا تنمويا عادلا ومتوازنا على مستوى المناطق كلها حتى نحل مشكلة التفاوت الطبقي والتفاوت ما بين الجماعات الإثنية والجماعات الدينية مناطق محرومة مناطق مزداهرة بداخل المدينة الواحدة حزامات بؤس طبقات ميسورة وطبقات مهمشة ومحرومة فخلفية هذا الخلل في المواطنة خلفيته خلفية اجتماعية اقتصادية بالدرجة الأولى تعكس نفسها في قوانين تعكس نفسها في خلل بتطبيق القوانين السبب ايضا في الخلل بتطبيق القوانين انه دخلنا وهذا ينطبخ على معظم الدول العربية دخلنا في نظام بدأنا نطلق عليه الآن بعلم الاجتماع السياسي نظام الزبائني بمعنى ان الطبقة السياسية تمارس عملا سياسيا على قاعدة الزبون على قاعدة الزباني والماثيوزة هي الماثيوية الكليونتليسم التعبير العلمي الكليونتليسم ومرادفها بالعربي هلأ ترجمت الزبائلية أو الزبونية لكن ترجمتها بالعربي عند ابن خلدون أنه العصبية القائمة على الولاء العصباني بسميها الولاء العصباني هذا هو تعبير ابن خلدون الولاء العصباني أنه أنا أشعر بانتماء وولاء لعصبيتي إما لعائلتي إما لطائفتي إما للزعيم الذي يحميني في الدولة يعني ليس القانون هو الذي يحمينه في الدولة وإنما الزعيم الذي له حضوة ونفوذ وشوكة في الدولة في السلطات فالسلطة ليس الدولة هنا السلطة المتمثلة بزعيم بحزب من الأحزاب هو الذي يحمي المواطن من هنا سميت هذا المواطن هو منقوصة حقوقه لأنه يلتف المواطن وصار فيه ثقافة زبائنية هنا أحياناً سميها ثقافة رعاوية أحياناً سميها ثقافة عصبانية نسبة لمصطلحات ابن خلدون ففيه التفاف على مفهوم المواطن الفرد الذي تحميه الدولة بقوانينها وبشكل متساون فالنظام الزبائني اللي قائم على خلل في الاقتصاد خلل في التنمية خلل في العمل السياسي وكله صار مربوط ببعضه وفائط ببعضه هذا الخلل يؤدي إلى نوع من المواطنة المنقوصة مقابلها يصير فيه هويات فائضة يعني بده ينتمي لطائفته بده ينتمي لعشيرته بده ينتمي لزعيمه حتى يحصل حقوقه أو حتى يحمي نفسه المواطنة إذا وصلنا إلى مرحلة الهويات الفائضة يصبح الإلسان نفسه على ما أظن فائضة الحاجة وبالتالي يمكن لحرب أهلية أن تبيته وبدون أي اعتبار وبدون أي ثمن من هنا قابليات مجتمعاتنا للحروب الأهلي بسبب هذه التفاوتات أنه لا يوجد شعور عند المواطن بأنه متساون فيحمي نفسه بجماعة عضوية الجماعة العضوية تستحضر ذاكرتها ودائما الذاكرة التاريخية للجماعات ذاكرة عنف ذاكرة صدام مننا بالتحديد الماضي يعني وقت البناء لازم يكون أنا ماضي مشترك وتاريخ مشترك الماضي لا يوحد الماضي يثير الخلافات أكثر مما يثير التوحيد وأي مشروع مستقبلي يثير الوحدة حقيقة تماما فالحاضر والمستقبل هما الزمنان الذين يوحدان وليس الماضي نعم نعم دكتور وجيه كان أيضا من قراءاتي لك عبر زمن طويل أيضا في حقوق الإنسان لك دراسة في حلف الفضول ومعنى حقوق الإنسان الآن كيف ترى صورة حقوق الإنسان في ظل حديثنا عن المواطنة الدولة العصرية الهويات الفائضة والحقوق المنقوصة في الحقيقة اللي بحث طويل في حقوق الإنسان في كتابات عصر النهضة في كتابات مفكرين نهضة نعم ورأيت أنه عندما استعرضت يعني نصوص كتاب النهضة من التهطاوي إلى مفكري أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين على اختلاف اتجاهاتهم الإسلامية التنويرية والعلمانية مثل فرح أمطون وشبل شميل وهؤلاء وجدت أنه فعلا فيه تراث جيد في كتابات عصر النهضة لمسألة حقوق الإنسان وتضاهي هذه طبعا بتأثيرات الاحتكاك مع ثقافة التنوير الغربي هذه النصوص مهمة جدا لإعادة التواصل مع فكرة حقوق الإنسان يعني ما أكدته في هذه الدراسة هو أنه فكرة حقوق الإنسان ليست نتاج هذه الأيام لأنه هذه اللي انتعشت في هذه السنوات الأخيرة انتعش خطاب حقوق الإنسان لكن إذا رجعنا إلى كتابات عصر النهضة نكتشف فعلا أنه هذه الكتابات كانت موجودة ولها حضور ولها وقع وفي قوى تحملها في نخب تحملها لسوء الحاض وهذا موضوع ينبغي أن يؤرخ له على مستوى الممارسي على مستوى الممارسي انقطعت هذه الثقافي يعني لاحظت أنه في مرحلة ما بعد الثلاثينات والأربعينيات وخاصة بعد الخمسينيات حل موضوع الوحدة والتحرر والاستقلال وخلال محل فكرة حقوق الإنسان يعني تقلصت فكرة حقوق الإنسان نعم بقية يعني وبلمحة لأنه الوقت يدركنا في حوار الحضارات والصدامة كيف رأيت حوار الحضارات ما سمح الذي بدأ وكأنها موجة شملت كل الكتاب العرب منذ أن كتب هندينغتون كتابته وحيث أنك مستخدم للعنوان حوار الحضارات وصدامها عربيا في عنوان جزء رأيك في حوار الحضارات أنا سميت لو انتبهت إلى العنوان الفرعي في تهافت أنا برأيي يعني لست مضحة ميسا لا لي حوار الحضارات ولا لي صدامها لماذا؟ لأنه نحن العرب يجب أن ننتج معرفة قبل أن نحاور انتاج معرفتنا الآن تصب في الثقافة الغربية يعني كل مفكرين وعلمائنا بصورة خاصة ينتجون في إطار المؤسسات الغربية خاصة العلماء التكنولوجيين كذلك في إنتاج على مستوى العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة لا بأس به على المستوى العرب لكن لم يصبح عالميا لأنه لم يصوق عالميا ففاقد الشيء لا يعطيه يعني يحتاج خطابنا العلمي المثقفين العربي الباحثين الجديين مهمشين مهمشين تهمش كامل من موقع السلطة سلطة التسويق سلطة نشر المعرفة وقالت لها هانتكتون لم يأتي بجدين هانتكتون يعني كلامه كثير سخيف حول صدام الحضارات هذا كلام عبر الإثنولوجيين والأنتروبولوجيين القرن التاسع عشر اللي كانوا يشتغلوا على الثقافات وجزئيتها وتباين الثقافات والأخير فهو يوظف هذا الإرث الأنتروبولوجي لأساسه استعماري وظفه في فضلك سياسي في فضلك سياسي أو في اجتهاد سياسي لنقل يعني دون أن نعم ولهذا السبب هناك تهافض طب دكتور وجيه فإذن الصدام والحوار ليس في محلهما يعني ينبغي أن ننتج معرفة تصبح عالمية نعم فساعة إذن لا بأس من أن نصادم ولا بأس من أن نحاول نعم هذا الذي نرجوه في مستقبل أيام المقبلة لأمتنا العربية دكتور وجيه كان حديثك فيض من الوقت الزارة في الإنتاج المعرفي وأرجو أن يكون لقاؤنا مثمرا وباسم جمهورنا الكريم الذي تابعك على حلقتين أشكرك جزيلا شكر وأتمنى وأرجو لك طول العمر والمزيد من النتاج الرائع الذي قرأناه لك إلى الآن الشكر وشكر لك أيضا لأن أسئلتك هي التي استثارت هذه الإجابة فشكرا لدعوتك وشكرا أيضا لأسئلتك التي سماحت لي بالتوضيح العفوة دكتور أهلا بك أعزائي شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة المقبلة الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر